اشتركوا في القناة نحكي فيه بعدين كان مفترض يكونوا ضيفين ولكن لاعتبارات طبية الشخص الآخر اعتذر من اللي وحمد الله على سلامته موجود بالمستشفى ان بناء مجتمع صالح يعتمد على احترام القانون من اجل حياة منتظمة نحو الافضل فكلما كان احترامنا للقانون وتبديكه بشكل صحيح يستفيد منه المواطن فهناك من يعتبر ان بعض القوانين جائرة وظالمة بحقه فهل القانون دائما على حق بدي كمان اتشكر كل الرعيين هذا البرنامج دعمينه من اول ما بلشنا بسيزن 2 لبرنامج حديث الجالية ليمو اكس بريس سيد مروان فراج علي شرارة تيم وان كمان سيد علي شرارة من الناس الاوائل بعالم العكارات بيجريز اويت شينج ليوز كوني ايلند فيديد فيزيكال تيرابي اندري هاب سينر ميد رايد فارماسي جاكور ساكر كلاب وديزرت ان الاسكا بدي رحب بضيفي كان مفروض نكون ضيفين الضيف الثاني يلي اعتزر باخر لحظة بسبب وجوده بمستشفى بنا نقول له الحمد لله على السلامة وعم يحضرنا اكيده محمد درباس يلي كان عنده كتير قصة بدي يحكي فيها ان شاء الله هنتركها لحلقة تانية اللي بعودلك اياها وبدو يحكي عن حادثة صارت كلنا معرفها بيديربن وعم تصير اكيده هنتمنى نتولى نتنولى مع ضيفنا العزيز والغالي على قلبي انا خاصة القاضي سالم سلامي اهلا وسهلا فيك اهلا وسهلا فيك استاذ عباس ويعني الشعور متبادل وخليني وجه تحية للاخر محمد درباس ونتمنى له الشفاء العاجل وانه ان شاء الله تكون مرأة عخير ان شاء الله هو كان فيه موضوع اللي احنا بدنا نحكي فيه ضمن الحلقة صح هو عنده حالي خاصة يمكن كل ديربن بتعرفه شخص بيقربه بدناش نحكي بدي يتركها لوقت اللي هو يكون صح لانه هو صاحب العلاقة وحتى يمكن لما صارت القصة اللي ما حكيت فيها احتراما لا له وقال لي انا بس اكون معك ببرنامج انا بدي احكي عن كل تفاصيل المرحلة نتمنى للشفاء العاجل نتمنى انه بوقت قريب يقدر يحكي قصته ويحكيها بالتفاصيلة شكرا استاذ سالم نحنا بدنا نحكي عن بالجالية يعني امور كتير بالجالية بتعلق كمان بالقوانين وشو عم تعمله بالجالية كمحكمة وشو المستفيد فيه نحنا كجالية عربية او لبنانية من هايدي القوانين كلنا بس قبل بدي اتطرق معك للسياسي بعرفك مطلع على الامور السياسية في لبنان ومش بس هيكي لبنان صار اخذ الحيز الاكبر للعالم كله يعني صار وخاصة ان احنا نرتبط بلبنان من حيثه ومش بس الجنسية من حيثه كمان الاهل الاقار صح الانتماء والاصل والاهل وبلد المنشأ بلد المنشأ صح فلما بياخد كمان رأيسي يعني مثلا رأي بثورة عسب ما البعض شو بيسميها اللا بيشوف انت شو بتسميها كمان ومطالب الشعب المحقع على تقريبا نيجي نعتبره على المواطن الامريكاني منلاقي فيه تفوت كتير كبير بالمطالب طيب دي رأيك انت الالغاء الطائفية السياسية اول شيء باللبنان بتساعد بالبلد بالنهود يعني هو لا شك اول شيء يعني منتمنى لبلدنا الحبيب وخصوصا هلأ بمناسبة الاستقلال يعني انه ان شاء الله الاستقلال في يوما ما يترجم الى استقلال حقيقي وواقعي ولكن يعني خلينا نقول انه هو باتل قصيد يعني باتل قصيد طالما الانون اللبناني ما عم يتعدل ما عم يتطور وهذا رح نظلنا بحالة روح مكانك بل بالعكس عم نرجع رجوع لورا يعني اكيد يعني بعدنا منسمع اصوات من هون ومن هونيك مطالبة بحقوق المسيحيين وبحقوق السنة وبحقوق الشيعة وهذا يعني ما يعني ما وصل وما تطور المطلب للمطالبة بحقوق اللبناني كمواطن بحقوق المواطني بحقوق اللبناني كمواطن وهذه نحن شغل كتير بنعرفها المغتربين وخصوصا المغتربين بالبلاد يعني عندها قوانين وعندها حريات شخصية وعندها دمقراطية على سبيل وجودنا نحن هون بأمريكا اللي هي بلاد القوانين وبلاد الاشتراع فيعني هذا النظام السياسي بعض الناس عم بقولوا بنا نسقط الدولة وبنا نسقط الحكومة وما بعرف شو بنا انتخابات مبكرة وهذا هذا النظام السياسي بعود بيشتر نفسه وبعود ينتج نفسه مرة جديدة تحت هالقانون الانتخابي اللي هلأ موجود يعني هلأ حتى اذا بدت تصير انتخابات اليوم بلبنان بدت تصير تحت وصارت تحت هيدا الانون الموجود حاليا بدت ترجع الطبقة السياسية اللي عم بعاني من الشعب اللبناني ترجع تنتج نفسه مرة جديدة يمكن تتغير الاسماء يمكن تتغير الوجوه بس بيبقى النظام يراوح بما كانه يعني بتبقى قصص محاصصة وتوزيع طائفي ومذهبي على اساس الطائفي والمذهب بتنحط الكفاءة بتنحط الكفاءة على جنب الصوار عم يقولوا لا نحنا ما بدنا نرجع على الأحزاب والطوائف فإذن فإذا يعني تكنقرات شو تكنقرات يعني هاي دي تكنقرات يعني هلأ عفوا يعني بعض الناس بيبلش يتناولوا هالمصطلحات يعني فيه ناس بتردفع يافطات وبتبلش تزد بهالمصطلحات وبيلتهمها وبتلقفها الشارع وبصير يحكي فيها شو يعني تكنقرات يعني نحنا بنعرف التكنقرات التكنقرات لا 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 التكنقرات مدرسة سياسية مثل مدرسة سياسية التانية يعني فيه ثلاثة أنواع من التكنقرات بس التكنقراط الأصليين الحقيقيين أو إذا بدك تسميهم المتطرفين هذه التكنقراط اللي هنا بيكونوا أخصائيين بعمل معين عندهم خريجين مدرسة أنه بدأت تاخد القطاعات العامة من البلد وتقوى تخصصها يعني بدأت تاخد المسائل مثل خلينا نحكي على سبيل المسال الكهرباء الماي بعض المسائل اللي مفترض الدولة تأمنها لمواطنة مثل الطبيبية مثل هذا كلها وتبيعها لشركات خاصة على أساس أنه الشركات الخاصة والاختصاصيين هن اللي بيقدروا هن اللي بيقدروا يديروا هالمرافق العامة بالبلد وبديروها بشكل أنه تكون مربحة وهي هلأ مثلا بتاخد قطاع الكهرباء في لبنان القطاع الكهرباء مش سيء في لبنان بس المحاصص الطائفية والمذهبية والصفاءات اللي عم بتصير على دهر المواطن ودهر الوطن هي اللي عم بتوصلنا لهون يعني أو بيكون في خصخصة وأخذ المرافق العامة بالبلد وأعطاء لشركات خاصة مثل قصة القطاع الخليوي مثلا أو أنه بيكونوا من مدرسة تانية بيصير فيه شراكة أو شراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص أنه بيبقى نوع من الإشراف للدولة بس أنه كمان شركات خاصة بتتولى بتتعاقد مع الدولة وبتصير هي يعني تدير هالقطاعات الهذا يعني نحن مثلا على سبيل المثال مثلا الـ DTE الـ DTE إذا بدأت ترفع سعره ولو بنسبة penny للكيلو وات بدأت ترجع على الـ Public Service Commission وتاخد إذن وتعطي أسباب ليش بدأت ترفع شو اسمه سعرها وكل المصاريف اللي بدأت هذا بتكون تخاض على المرائبة ولا المحاسبة بس طبعا نحن عنا في لبنان ما في لا مرائبة ولا محاسبة ولا يعني DTE بس لا أخبركم أنه هي مصلحة الكهرباء بالضبط الغاز الكهرباء يعني 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 صح صح الـ Public Service Commission بدأت تتطلع على كل هالأموره هنا يعني هلأ رواد الخاص خاصة في لبنان طيب أنت مع نظرية الصوار أو مع فكرة الصوار هي بإسقاط النظام أو مثلا استقالة الحكومة وهني عم يطالبوا كمان بالدخول إلى الحكومة عبر المستقلين طيب كيف بدأت كيف بدأت كيف بدأت يكون الدخول إذا ما فيه لهلا حكومة يعني بدأت يعملوا تشكيلات وتشكيلات هلا بدأت يخد وقت يعني القصة برأيك أنت الأزمة هل تطول والله يعني أنا أنا برأي أنا برأي كان فيه هبي من الشرع اللبناني وما فيه حدا بالعالم ما فيه حدا بالعالم ينكر على الشعب اللبناني حق الصبر اللي صبروا والتعب اللي تعبوا والمعاناة اللي عاناها يعني منا صورة والمحاصصات والتهربات ونهب المال العام سحضر القادم لا تعتبر أنت كمان أنه الشعب هو المشارك بالفساد لا لا ونهب المال العام وهدر المال العام يعني صار يعني بشي يتعدى الحدود صار فيه هب شعبية هلا فيه ياما ناس بيرفعوا يافطات وياما نحن بنبلش نتلقف المصطلحات ونبلش نحكي فيها ثورة وما ثورة وما بعض الشيو هذي هب شعبية من الألم والوجع بس هلا أنت لحتى توصل يعني هيدا نحن وصفنا المرض يعني وكل الناس فيه قادر توصف المرض أنه سرقة المال العام وهدر ونهب وما بعض وصفقات ومحاصصة وآخرين بس شو الحال؟ يعني هل الحال مثل اللي عم بينطرح بهذا الحراك اللي عم بصير بالبلد أنه بدنا نسقط الحكومية خي استقلت الحكومية صارت حكومة تصريف أعمال وبندنا نسقط المجلس النيابي حصلنا المجلس النيابي أفشلنا الجلسة التشريعية وبندنا نسقط رئيس الجمهورية طيب وبعدين بفوت البلد على فوضى بفوت على فراغ دستوري بيتفتت البلد وما تبقى هذا يعني الخيال اللي بتبقي من مؤسسات الدولة ويعني باستثناء المؤسسة العسكرية حتى المؤسسة العسكرية بلشت يعني يفوت عليها هذا الخراب وهذا الفساد لحتى أنت تقدر توصل لحال بدك ورقة عمل بدك ورقة عمل بدك أنت أهداف تحددها وبدك إليه لتنفيذها يعني اللي كان عم بصير بالبلد وهو أول يومين من الحراك الشعب اللي صار صار فيه أعطى نتيجة أعطى نتيجة وطلع عدد من السيز تراجع الوزير لا مش بس تراجع الوزير بقصة الواتس أب أعطى نتيجة أنه طيب هلأ صار فيه بعض ومش كل النواب مش كل الوزراء سيئين يعني مش كل الناس سيئين طلع مثلا لأن الناس دبما قولت كلهم يعني كلهم إيه أنا أكيد مية بالمية مية بالمية لأنه فيه ناس فيه ناس يعني إلى مصداقية وإلى تأييد بالشارع وهذا وما بدنا نوصل بلبنان لنحط شارع مقابل شارع لا ما هي السيزة اللي عم يصير أنه الشارع عم يعتبر أنه هاودي الموجودين بالسلطة هناك يعني موجودين بسبب أحزابهم وعم يقول أنه كل الأحزاب فازدة كل الأحزاب فازدة هلأ يعني هاكي هذا العيقال هذا الشارع هاك عم يعتبر هلأ الشارع فيه يقول البدوية كمان بنرجع نحن بنقول اللي عم يعاني وهذا يعني يمكن ما سمح له ببعض الأحيان يتخطى أو يقول البدوية بس بالنهاية أنت بدك حل أوكي أنت طرحت أنت يعني مثل واحد بروح لعند الدكتور وبشخصه المرض هلأ بده حل بده دواء بده علاج بده يصير عبر آليات أنونية وعبر آليات دستورية يعني ما بصير هيكي فوضى يعني ما بصير أنت تخلق فراغ دستوري بالبلد وبعدها لوان بن نروح يعني بصير كل مهلأ رحنا وخلصنا بصير كل شارع وكل حي بصير قطع طرقات بصير هذا اللي صار بصير هاجمات على الممتلكات العامة والخاصة بصير تحطيم محلات بتقطع الطريق وللأسف وقت الحتة بتقطع الطريق وانت عم بتطالب انه هي الطبقة السياسية فيزدي بالبلد وهذا بيجي زعيمة معين بيمرق من الطريق وكل الناس تضرب له سلام وبتدمه وبنروح لنفذيك يا زعيم وهذا لكن انت عمين عم تقطع الطريق بالنهاية عم تقطع على الطالب وعلى الفلاح وعلى العامل وعلى اللي بده يروح على شغله وعلى شوفير التاكسي وهذا ما بصير هيك يعني في حراكات في حراكات بتصير بكل بلاد العالم فيه احتجاجات بتصير ببلاد العالم بفرنسا مثلا في هاودي الستطراط السفر اكتر من سنة عم يتظاهر وهذا به هونغ كونغ فيه احتجاجات وهذا طيب هلا انت احتجاجات وصلت صوتك وصلت انت مطالب هلا عندن ضغط هلا انت بتغتسم ايه بتغتسم بالساحات انت بتغتسم بالساحات بتغتسم حول المرافق اللي انت بتعتبرها فيزدي نيابية ورشة قضائية ينعمل مثلا محكمة خاصة لمحاكمة الجرائم المالية ونهب المال العام رفع الحصاني عن النواب والوزراء رفع السرية المصرفية إلغاء المحاصصة اشتراع قانون انتخابي عصري لبنان دائرة وطنية واحدة مع اعتماد النسبية ساعتها تتبنى انتهى الأمور هذا وقت اللي بصير فيه حكومة بتقدم هالمشروع القرار لمجلس النواب بصير عليها تصويت بمجلس النواب وبصير هو قانون ساعتها بتحل مجلس النواب بتعمل بخبط مباكرة انت اللي بتفضل فيه حضرة القاضي وعمدكيه هذا بيكون مثلا من قائد من مجموعة عند هايدي المطالب بتقدمها للدولة بتفاوضيه اياه الحراك الشعبي الحراك الشعبي بعد اول يومان ثلاثة مفترض كان يبلور يبلور ورقة عمل يحط خطة عمل ويجو يعني وينتدب هو ينتدب مثلا شخص ثلاثة اربعة خمسة ينتدبوا انه هن يعني يعني يحكم مع السلطة الموجودة مع السلطة الموجودة ويشوفوا وضلوا مع تصمين ليضلوا الضغط موجود على الطبقة الحاكمة او على النخبة الحاكمة بالبلد انه نحنا رح نضل بالساحات وهذا وراح تنفزوا وراح نعطيكم مثلا اوقات معينة للتنفيذ وهذا ساعتها بصير في عمل جدي بس هلأ صارت القصة فوضة وصارت القصة هلأ مناطقية وحزبية وهوني بيقطعوا طب مي برايك مي مستفيد من هل مي مستفيد من وجود هود الناس بالشارع يلي انه خلص طيب اوكي اذا بدنا فوض بدنا لبنان بناء لبنان وبناء وطن لحتى نقدر نستمر عبر يعني القطر القانونية والدستورية نطلع بقى من الشارع طب مي مستفيد بعد من هود الناس ومخليهم بالشوارع هلأ في يمكن انت على الرؤية السياسية وعم تشوف على التلفزيونات وعلى غيره انه في انقصام حتى بالمعارضة يعني باللي يا رب بالسوار لا شك لا شك لا شك لها السبب لها السبب نحن عم نقول انه هذا الحراك بعفويته بانطلقته بوجعه بمعانيته اللي بيّنت اول يومين ثلاثة كل الناس معه ما حدا فيه يقول انه ما في مشكلة بس انه مفترض انه كان ينعمل تتبلور يعني ورقة مطالب واقعية حقيقية وترتفع على الحكومة واذا الحكومة تباطئت او هذا ساعتها لكل حد حديث بس انه حتى يعني تبلور تبلور ورقة عمل يعني اللي ما بديوا يشوف هو حر بس تبلور يعني ورقة عمل انه في بعض المطالب اللي قدمها الحراك وهذا بلشوا يتبنوها منها تخفيض رواتب النواب والوزراء الغاء الامتيازات الغاء الامتيازات استرداد البيان ياس رفع الحصاني رفع السرية المصرفية هيدا تبلورت هيدا وكانت عمت العمل بس انت دعيك هود المطالب فصارت استئالة فأكيد هيدا يعني هيدا يعني بداية بداية ما فيك تحقق كل مطالب اكدفع وحدة تانت هيدا البداية وبيضل الحمل على الجرار فاجهضت الورقة هيدا باستئالة الحكومة استئالة الحكومة صارت حكومة تصريف اعمال ما عادش قادر انت تمشي لقدام برضو استاذ عم يقول انه يعشر عم يقول أكيد انا بدي اتشكر كل الشخص عم يحضرنا وبتأمل اي شخص عنده اي تعليق سواء اتفقنا مع الحكة او ما اتفقنا كل انسان بيحكي وجهة نظره من حسب الرؤية اللي هو بيقدر يشوفها للحالي يعني بيقدر يشوف من رؤيته فبتأمل اي شخص عنده اي سؤال بخصوص الشقة الاول عن الثورة بلبنان او الحراك بلبنان او انتفاضة الشعب اللبناني فيه يكتب تعليقه واكيد احنا منقوله للأستاذ سالم كنت عم يسألك سؤال عن القصة السلام هود الناس او الموجودين بالشارع ما عندنوا ثقة بالحكومة وبالاشخاص الموجودين بالسلطة وبيقولولك نحنا تكرار ومرار عايشنا هذه الظروف ولكن لم يتحقق لنا شيء فكيف اننا نرجع نؤمن بالطبقة السياسية الموجودة ياللي اساسا صرت 30 سنة حكم هذه البلد وعطيناهم كذا فرصة وباخر انتخابات قعدنا انتخابهم ورجع زياد الفساد من سفر يمكن او من 10% الى 90% ما عم نوسى بدنا وجوه جديدة كيف القطر الانونية حضرتك يمكن قادة ويمكن عندك يعني بتكون عندك معلومات عن الدستور برجع اقول انه احنا هون عايشين ببلد الانون وبلد يعني هلأ مثلا رئيسنا رئيسنا فيه امبيتشمنت ضده يعني فيه امبيتشمنت فيه اطر قانونية ما فينا نجي للرئيس ونقول له انت عملت كذا كذا ويلا يلعن هذا وبدنا نزلك وبدنا نزعبك على البيت ما بصير يعني هلأ فيه مثلا سبينز فيه تاستمونيز فيه شهود فيه ادلة فيه وقائل ارجع فتح قصة اوكراين ايه فيعني بالنهاية فيه اطر قانونية لمعالجة هلأ انت قلت يعني شغلة منيحة انه نحنا ممنوث بها الطبقة السياسية ولأسباب وجيها لأسباب وجيها انه عندك تراكمات انت ثلاثين سنة او ثلاثين يعني من الخمسة وسبعين من وقت اللي صار الحرب الاهلية لليوم فيه تراكمات سياسية فيه سياسة اقتصادية بدبنيتها الحكومات المتعاقبة وهي كلها مسؤولي يعني كل واحد شارك بها الحكومات وبها النيابة بدرجات متفاوتة بس الكل على مسؤولية وبدرجات متفاوتة يعني ما فينا نحنا نقول اللي طلع نائب بالدورة الاخيرة بيتحمل وزر 30 سنة واللي هلأ قاعد برا وساهم بالنهب وبالهذا 25 سنة انه هو مخصه هو قائد الحراك وهو لازم يعني الناس يعني انه تبري او انه هو هلأ صار انه 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 مش من الطبق السياسي الحكمي انا قاعد برا ويمكن قاعد برا نتيجة انه سقط بالانتخابات او ما صح له فرصة يعود انتخابه في بعض الليس عم تقول انه هادي حتى هول حركات اصحاب الحركات او التجمعات او الجمعيات انه هلأ هو قاعد برا وعم بحاول يفوتوا على عم بحضرنا عم بحضرنا بالعفة وبالمصداقية وبالشفافية وبالمحاسبة والى الى اخر فيعني نحن يعني بده يكون في وعي انا مع انه انت يمكن ما بتوثق بالطبقة السياسية بس شو هو الحل يعني انت بدك تقدم بدك تخلي الضغط انت على هاي الطبقة السياسية وعلى فكرة يعني من 30 سنة لأول مرة لأول مرة بلبنان يعني على الاقل اقله بأول ثلاثة اربعة ايام صار فيه ضغط شعبي الطبقة السياسية تنبهت للموضوع انه معدش فيه هون يميرس وعملهم مثل الاول بعدين انت بالنهاية بدك اوانين بدك انه يصير ورش حكومية تقدم مشروع يعني وانا كنت انا كنت بتبنى من الرئيس سعد الحريري يعمل ورقة هو مش هو بده يجاوب مع مطالب الشعب يقول انه الشعب اللبناني بده كذا ويرفع هاي الورقة لمجلس الوزراء وبمجلس الوزراء يقول ان انا بتبني هاي الورقة وهذا المطالب الاصلاحي اللي عم بطالب فيها الشعب وبدي اقدم انا وبدي اعمل بدي اقدم كمشاريع قوانين عمجلس النيابي وبيعمل تصويت بمجلس الوزراء وبيقول للوزراء كل وزير بحاله اي واحد بعارض هاي الورقة الاصلاحية اللي انا بدي اقدمها بدي انا اطلع ويحكي مع الشعب اللبناني يقول لهم فلان وافق وفلان عارض لحتى يبين المنيح من الابيح وبعدين ترفع على مجلس نواب بمجلس نواب نفس الشي اللي بصوت على يعني بصير صند قوانين وتشريعات وهذا واللي مع هالقوانين منهم الغاء الطائفية السياسية والمحاصصات ورفع السرية والاخرية المطالب اللي عم ينحك فيها بالشارع والنواب اللي بصوت مع النواب اللي بصوت مع ينعرفوا من هني والنواب اللي بصوت ينعرفوا من هو مش ضروري تكون علنية بس انه يتعروا الناس اللي هيدا بمجرد وانا اكيدة انه بتمرق بالحكومة بتمرق بمجلس نيابي وساعتها بتصير ورشة عمل وبين عمل يعني حتى اذا بنا نعمل هلا هذيك اليوم المدعي العام المالي يقدم بس هذا جسم مش موجود يعني هذي المجلس الاعلى لمحاكمة الوزراء والنواب وين وين اعضاؤه وين يعني شغلي مش موجولي موجولي على الورق مثل قصة سكة الحديد مثل قصة سكة الحديد والترين عم يقبضوا مع شاتر وينعمل مشاريع قوانين ومتى ما صارت هي قانون بينحل مجلس نيابي بينعمل انتخابات جديدة على اساس القانون الانتخابي العصر الجديد اللي بيأمن لللبناني حق المشاركة الحق التصويت وحق الاقتراع بحريته وبينتج عنه هذا مجلس نيابي جديد بينتج عنه حكومة جديدة وهذا يعني هلا ما فينا نقول يعني انا بقول انه مثلا هذا مثلا سليم الحص مرأ كرئيس وزراء بلبنان هل كان الزلم يفاسد طبعا شيرك بالحكم بس ما كان الزلم يفاسد وكفه نضيف والعالم كله بتعرف هك يعني مش كل الناس اللي كانوا جزء من السلطة او من التركيبة بس مشكلة لبنان مشكلته بهذه التركيبة وبالمحاصصة الطائفية والمدرية اللي هي اساس كل العلة طب في ناس يعني في ناس قالت حسب من طرح انه سعدا للحرير من بعد ما طولب اكيدي بهذه الاصلاحات وهن اللي ما اعترفوه ومفيون الناس يعني قالوا هاي دي الاصلاحات شو من ضرب الخيال يعني انه نزل عجز من السفر من الاربع واتمينين للسفر بدي يسويها بقال من خمسة ايام اه فضل الهروب فضل الانسحاب يعني هلا الاستيقالة هلا انا ما باعث حتى تبقى البلد بمكانك راوح لانه ولا يعني اعتقد عندك تصور انت يعني هلا هلا انا تصوره انا يعني هلا انا ما في يقول يعني شو هي الضغوط اللي عم يتعرض للشيخ سعد الحريري حقيقة وكمان اللي بد يحمل للشيخ سعد الحريري وزر 32 سنة من السياسات المالية اللي كان فيها هذر ونهب ومحاصصات وهذا كمان بكون يعني مشحف بحق الرجل حتى انا اه باعتقد انه صار فيه غلط انه ما كان لازم يستقيل بالوقت اللي يستقال فيه بس انا ما بعرف ظروفه ما بعرفش الضغوطات يعني اكيد فيه ضغوطات فيه ضغوطات كتير كانت موجودة بس اللي فيه عتب على الشيخ سعد الحريري انه استقال بوقت كان عم بصير فيه يعني تقدم للامام فباستقالته للأسف انه صارت صارت الحكومة حكومة تصريف اعمال ومعادش فيك معنية معادش فيك تمارس لبي او تلبي نديل المواطنين معاد فيك تمارس او بتعمل اصلاح بالشكل او بالسرعة المطلوبة بيختلفوا مع التصور هيدا وحقهم وحقهم بس انا يعني برأيي المتواضع انا هيك شايف الامور طيب هلأ انتي كونك اكيد عندك علاقات طيبة كتير باللبنان وعندك علاقات كمان مع ضغوط الرئيس نبيه بر فيه شي هيك معطيات انه هيصير فيه قانون قريب ب بانتخابات مبكرة بركة شوية بتحفف وطة هذا الشارع والغضب الناس وما زيالك الظاهر لانه استمرار الحراق حسب ما عم نشوف مستمر يعني نصبه خيام وخيام يعني مش وقتية منصوب خيام على طويلة المدار فين ينصبه خيام وفين يضلون يعتصمه بالساحات يعني بسيحة رياض الصلح لا انهيار استاذ ما عم يقول في مؤسسات لا لا في مؤسسات ما في مؤسسات عم تسكر في هلا المؤسسات اللي عم بتسكر ما عم بتسكر نتيجة اعتصام بمسلا بسيحة رياض الصلح اذا بدك او بسيحة الشهد عدم الطلب على الشغل لا 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 ما في غلط انا ما بشوف غلط مش خلط افيش طلب على الشغل على هلا طلب ايه بس هدا مش يعني مش نتيجة هلا اكيد مش نتيجة بس يساهم صح لا بس هلا الاعتصامات انا برأيي ما يعني ما بتمنع الحكوم هلا حكومة تصريف اعمال اللي بيمنعها انه تمارس عملها مش مش اعتصام الناس بالساحات اللي بيمنعها تمارس عملها انه صارت حكومة تصريف اعمال ومعض فيها اتبت يعني بمسائل أساسية وبمسائل جوهرية يعني بس بدأتصرف أعمال هذا اللي بيحد من عمل حكومي بس ما بيحد الاعتصام يعني الاعتصام بالساحات ما بيأثر يعني ما بيأثر سلبا على عمل المؤسسات بس اللي بيأثر سلبا على عمل المؤسسات مثلا ويمكن الناس كتير بيعرفوا أن الرئيس بري أكتر من مرة لأنه المجلس سيد نفسه يعني هلأ آخر مرة ما توفر النصاب بالجلسة التشريعية اللي كانت هي مخصصة أساسا لتشريع يعني لتشريع قانون برفع السرية المصروفية بس لأ قالوا المتظاهرين قالوا أنه بش بس هذا القانون بدين يمرقوا عدة قوانين ضمن هايدي الجلسة وفيها العفاءات بعض لا لا هلأ فيه كان لا 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 هني صار تشويش على هيدا الموضوع صار تشويش على هيدا الموضوع وصاروا يقولوا صاروا يعمموا على الشوارع أنه قطعوا الطرقات وما تخلوا النواب يوصلوا وخصدا على العفو العام لأنه بد يصير بد يصير فيه عفو عام وهذا وهذا كان فعلا هذا كان فعلا غش للمواطن وغش لللبنانيين وغش للشارع لأنه مش هذا كان بد يصير فيه بهذا الجلسة التشريعية رفع السرية المصروفية ورفع الحصانة عن النواب والوزراء واستعادة الأموال المنهوبة وإلى آخره من تشريعات بس في ناس بتعرف هلأ اليوم الحرب الإعلامية هي مؤثرة بقدر مؤثر الميدان السياسي وكانت الأبواق الإعلامية اللي ما بده تصير الجلسة بلشت تتبث دعايات وهذا أنه بده يصير فيه عفو عن اللي نهبه وعن اللي سرقه يعني وكأنه عفو الله عما مضى ومنبلش من هون وهذا شيء مش بظمت أبدا هلأ بس الإعلام مش مجرد عنا بلبنان ما في إعلام مستقل عنا بلبنان يعني كل بتعرف هلأ كل تلفزيون يعني كل كل حزب عنده تلفزيون وتعرف هلأ اللي ماشيين أكتر شيء بهالمشروع هدا يعني معروفة ألوانهم ومعروفين من هني ومعروفة يعني مش بحاجة نسميهم مش بحاجة نسميهم طيب يعني إذا بدك الـ LBC والMTV والجديد وهذا ما واضح القصة يعني يعني أصدك القوات والاشتراكية يعني هلأ يعني هدا كان الانتهامات عم تصير حول هاودي أنه هني عندهم هني كان عندهم مطالب لا لا هني لا لا هلا مش أنا بدي أقول لا كان هني لا لا مش أنا بدي أقول هني اللي عم بيقولوا يعني هني اللي تبنوا هني اللي تبنوا هلا تبنوا أنه هن نحنا قائدين للحراك ونحنا اللي أمين بالحراك يعني هني عم بيقولوا بس ما شارع تاني الآخر عم يرفض أنه هيدا هلا الشارع عم يرفض وفي عدد كبير من اللبنانيين عم يرفض بس هني يعني هني مش نحنا عم نقول مش نحنا عم نأولون هني عم بقولوا نحنا 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 قادة هذا الحراك طيب اذا هني قادة هذا الحراك معناته انه هني اللي كانوا مسؤولين عن عدم توفر النصاب وقطع الطرقات هو اساسا قبل الثورة كان في مظاهرة للحزب الاشتراكي من قبل بيومان من قبل بيومان الحريق يليه ادى من بعد منها للنزول الاشتراك كيف عندهم مطالب يعني سياسية واحدة هلأ هلأ يعني يعني مرتين نحنا انه يعني اذا حزب هو عم يتبنى هو عم يتبنى هو عم بقول انه نعم انا انا قايد هذا الحراك وانا اين بهذا الحراك وهذا طيب عال يعني مش غلق انتوا قايد بهذا الحراك بس خليه يكون على اصوله خليه يكون يعني هذا الحراك بتقبلوا انتوا بالغاء المحاصصة المذهبية والطائفية بتقبلوا بقانون انتخاب عصري يعطي لللبناني الشعور وحق المواطني ترشحا واقتراعا وكون لبنان على اساس الكفاءة وعلى اساس يعني ينحط معايير معينة للي بدي ترشح للنيابة مثل ما بينحط هوني مثلا وكون شو اسمه لبنان دائرة وطنية دائرة وطنية واحدة اكيدي 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 مش بني استاذ عباس يعني ونحن ما عم نخترع شي جديد يعني فيه قوانين بفرنسا اللي هي يمكن فيه ارتباط تاريخي لحد ما مع لبنان فيه قوانين بفرنسا وبامريكا وباستراليا وبريطانيا وبهولندا واللي بدك اياه ففيه قوانين كتير يعني مش عم نخترع شي جديد انه يعني نحن موجودين بامريكا وقلنا حق المواطني يعني نحن نشعر حالنا امريكيين قبل ما نشعر حالنا لبنانيين او شيعة او سنة او دروز او موارني او مش عارف شو مش هيك هيدا حق المواطني اللي بيعطيك انت حق الترشح والاختراع لأي منصب بدك اياه وفيه معايير مثلا ببعض الاحيان علمية مثلا ازا بدك تترشح قضي مفترة تكون محامي وممارس المهنة لمدي مش قطل من خلق سنوات عابيقوله 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 تحط الكفاءة على جنب وبنتتظلها محاصصة مذهبية وطائفية وهذا بنتظلنا محالنا طيب ما هو استاذ يعني الشارع عابيقول مثل ما حضرتك هلأ ايدي عابتتفضل انه ما عم بخلونا انه نوصل لهيدي الامتيازات مين هن اللي ما عم بخلونا السلطة ما عم تخلى طيب طيب ما انت هلأ قمت بحراك اي شو الهدف من الحراك تغيير اي بالتغيير انت عم بتطالب بهالامور وقت للسلطة بتقل لك لا ما بدي اعطيك هيدا الامور لكل حادث حديث بس السلطة عم تتجاوب معك عم تقل لك اوكي اسمعنا صوتك اخذنا مطالبك خلينا نفوت على المجلس النيابي وعلى الحكومة ونقر مشاريع وقرارات لا هيدا بتتذكر القانون الانتخابي قديش راحوا نزلوا فيه واي سوء اي سوء اي سوء على ايسن فصلوه على ايسن مش هيك فصلوه على ايسن مش هيك هلأ هل الشارع اللبناني يعني اللي هلأ عم بيقوم بالحراك من كل الطوائف والمذاهب هلأ اذا بتستفتيه بتقوله انه بنا نعمل لبنان دائرة انتخابية وحدة على اساس نعتبد النظام النسبي اذا بيقبلش اذا الشارع هيك بده والحكومة بتجاوب معه واللي ما بده يجاوب خليه يتعرى خليه نعرف مين هو من اللي هذا يعني بنرجع هلأ مثلا مشكلة جبران بيسيل مثلا انه يقال انه ساعة بيطالب الحقوق استعادة للصلاحيات او استعادة الحقوق يعني هذا شي مرفوض ما في بعد انه نستبدل مثلا المارونية السياسية بالسنية السياسية وبس واحد يحكي بس واحد يحكي يقولوله انت صار بدك متالتي ومرابعة بدنا نتخلص من هذه الامور كله كيف انت بتتخلص من هذه الامور كله يعني استقلالي الزاتي بالاول كيف بدك تتخلص من هذه الامور كله انت بتعمل قانون انتخاب عصري مبني على اساس لبنان دائرة وطنية واحدة مع اعتماد النسبية هيكي بصير نائب الامي هو نائب الامي يعني بيمثل كل الاطياف وكل المزاهب وكل الهذا فهذا المفترح استاذ طرحوا قبل فترة دورة الرئيس برمي طرحوا دورة الرئيس برمي بالظبط ومس ماحدة تجيوب معه وكيف مؤاردة في ناس تجيوبوا معه بالظبط وفي ناس عرضوا هلا اذا الحراك هذا اللي بدوا اياه اذا نحن اللبنانيين يعني بدنا نطلع من هيا القوقعة والمذهبية وهذا بدنا نكون بالتفقين على هالموضوع هذا يعني بدنا تكون قيادة الحراك اللي هي عابرة للطواقف وعابرة للمزاهب تجي وتتبنى هذا المصر هذا وتحطوا قدام الحكومة وتقول للحكومة نحن ما راح نطلع من الشارع الا لا تتبنوا هذا القانون ساعتها اذا ما تبنوا هذا القانون يعني بيتطور الحراك وبتصير اذا بدك تصير ساعتها ثورة ساعتها بفيك تسميها ثورة وبتصير ثورة مثل ثورة الفلاحين بالسابق اولا انا قبل قبل بدي قالولنا انه طانيوس شيهين مرة عمل ثورة الفلاحين وما بعرف شو على كل حال طانيوس كان فيه اليوم ممكن هلا بقل لك اشو كان فيه بالعرض قبل بدي اكيد يحيي كل اللي عم يحضرونا وعم يتابعونا احنا بعد قبل ما اختم بدي اختم بسؤالين بس مع سعادة القاضي لنفوت بالشئ الامريكاني وابناء الجالية والامور اللي عم تصير والاوانين اللي عم تصير عنا بالجالية اي شخص عنده اي سؤال فيه يعطينا فيه يكتبه ونحنا من رد عليه واكيد بدي كمان نرجع من نذكر انه كان في معنا ضيف محمد درباس موجود بالمساشفة الله يعطيه العافية انا بيلي عملتلي دي حاية شو بدي اعمل لك ده كان لازم يكون معنا محمد عنده كتير قصة حلوة بدي يحكيها بش حلوة هي اساسا بس يمكن نستفيد منها من ورد تجربة اللي صارت مع ابن اخته الله يرحمه كان هو بيقدر يحكي فيها القصة قبل ما انهي وابدي اخد فاصل علينا بس سؤالين اليوم المشهد اللي شفته حاضرتك او شو اسمعته او جرقته اللي هو اللي هو المشهد السياسي بالاستقلال بعيد الاستقلال وخاصة كرجال دولة وبعتقد يمكن حضرتك بتعرف انه اذا بدأنا ننقلع على تجربة الامريكانية الامريكان بيكونوا مدبحين بعضهم ولكن بالاحتفالات الرسمية اللي بتخص الدولة بيكونوا متفقين وبقفين عم يسلموا عبعضهم حتى ولكن هني اخصام بيكونوا يمكن واصلي معهم للمناظرات بالاهانة ولكن عند الدولة يقف كل انسان مسؤولا امام دولته هيدا المشهد اللي شفته اليوم انتي مشهد مؤلم او مشهديك حلو طبيعي الرؤسة التلاتية اللي اساسا ما حدا طايق حدا يمكن بالجلسة والثورة الى عين كمان هلأ انا يعني عندي مشهب تسمية ثورة لانو الثورات يعني الحراك عبر التاريخ يعني شفنا عدد كبير من الثورات هلا بيزعلوا مني يا هل بيزعلوا مني يمكن اللبنانيين اكتر شيء بيتماهوا مع الثورة الفرنسية يعني الثورة الى اطارة و الى قابتها و الى برنامجها برنامج الاصلاح داخلي برنامج سياسي خارجي فيعني يعني نحن نحترم بس اتقول لشخص بالثورة لا لا انا بيحترم مشاعر الناس بس يعني ما بسميها ثورة لانه ما بتنطبق عليها مواصفات الثورة واللي بيتعارض معي وهذا مش اجتهاد مني غير مطابق للمواصفات اه يعني انه اذا بتطالع الثورات انت من يعني الثورة او بتكون ثورة على استعمار لتحرير البلد من مستعمر او من او بيكون ثورة من اجل الاصلاح وبتكون يعني عندها يعني مشروع طويل عريض فيعني نحن ما نحترم مشاعر الناس وهذا بس انا ما بعتقد انه بتنطبق مواصفات الثورة على هذا الحراك او الهب الشعبي الى اين والله ما بعرف يعني بيعتمد على اديش اديش بيصير فيه تجانس تجانس بين هاو دي الناس يعني اللي موجودين على الارض والناس اللي عاملين هالحراك واللي بدون يستمروا فيه اديش فيه تجانس بيناتهم و اديش فيه قواسم مشتركة قادرين يبلوروها اه وحطوها كورقة عمل او كخطة عمل ويرفعوها للجهات المختصة وطالبوا فيها وصروا على تنفيذها وضلوا مع تصمين بالصحات وبالمرافق بدون التعرض للممتلكات العامة والقاصة وللمواطنين لحتى تتحقق مطالبهم اذا تبلورت وصارت بهالإطار هادا بيكون شيء كتير ايجابي وكتير جيد واذا ضلت يعني عم بتتقوم بعملية حرايق متنقلة يوم بيقطعوا هون يوم بيقطعوا هون يوم بيركبوا بالبوسطة ما بعرف لوين يعني يعني للأسف انا ما شايف الى مستقبل طب والمشهد السياسي ديوم كيش رأيك فيه المشهد السياسي يعني هذه ذكرى مناسبة ووطنية صحيح متل ما قال ما بعرف اي رئيس وزراء سابق وهذا لكننا يعني شعب حر ووطن مستعمر اليوم صرنا وطن حر وشعب مستعمر فما بعرف يعني انه اوكي رمزيتها رمزيت انه يكون الرؤسة الثلاثة بأي مكان من المحلات صحيح مع بعض هذا يعني شيء جيد وشيء منشجع لي بس بنتمنى انه يكونوا مع بعض وقت البيجو بيكونوا بتبنيين ورقة اصلاحية انقاذية للبلد ولأهل البلد ورقة يعني بترفع لبنان اللي عنده طاقات هائلة على كل المستويات وبكل الميادين العلمية والتقنية والثقافية والاجتماعية والسياسية انه يرفعوا من هال الحضيد ومن هال قعر الزجاجي لفوق نتمنى نشوف هذا المشهد على الاقل شيء خلال حياتنا حبيبي حضرة القاضي اكيد بدنا ناخد نحن اول فاصل يعني قبل ما ااخده بدي انا يعني الحديث مع حضرة القاضي عن عن لبنان ما بيخلص لانه كمان عنده صح هو عايش بامريكا واكيد قاضي محكمة ولكن متابع كل الامور بلبنان من اوله لاخره وهون لزة الشخص المواطن المسؤول لانه بيرائب كل الحركات تا يقدر يحلل ويعطي يمكن جمل وعبر نقدر كمان نستفيد منه ان كان بلبنان والله بامريكا بدي اذكر انه انا كمان بدي اعمل حلقة استثنائية عم مش عم فتش عم متوصل ببعض الناس يلي الو خاطر فيه يتوصل معنا ويكون ضيف معنا بحلقة شباب لبنان عن الثورة وبدي يهني يكونوا ينتموا الى احزاب يعني مش بس انه ينتمي الى لبنان عنده ميول حزبة معين بدنا نعملها بشكل انه صح منختلف باوطاننا كاحزاب ولكن نتفق بالاختراب كمواطنين فاصل اكيد دعاية ومنرجع لكم اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة حديث الجالية مثل ما بنعرض كل نهار جمعة الساعة ست ونص كمان بدنا نرجع على ضيفنا ومثل ما قلنا الكلام كتير ما بينتهي مع سعادة القاضي لأنه فعلا عنده معطيات كتير كبيرة وبعد ما حكينا يمكن بالوضع المادي وسلاح المقاومة ولما هنالك ما بنخلص ففي ناس كمان ناطرة عندنا بديرهم لأنه كمان نحن معانيين بالجالية سيس سالم هنفوت نحن قاعدين صار في آخر فترة لما كنت أنا بلبنان وبالحاج صار في عنا كتير وفاة بالمخدرات شو فرقة بين آخر مقابلة عملتها أنا وياك السنة اللي مضيت وهذه السنة أو بهذه الأشهر كلها يعني كنا نحن متوقعين أنه المخدرات يمكن أنا من الأشخاص اللي دايما بيحكي بها القصة وحظني أحكي فيها وبكل برنامج هعمله بدي استضيف ناس تتكلم عن قضايا المخدرات والحماية والرعاية وإلى ما هنالك والاهتمام يعني تفاجأنا بفترة معينة أكيد نحن بش هنذكر الأسامة ولكن ديرهم كلنا بتعرف الحراء الحراء دايقة والكل بيعرف بعضه صار في عنا أكتر من حالة وفاة بالمخدرات لماذا؟ هلأ يعني يمكن الإسم الشائع بقوله مخدرات وهذا بس فعلا يعني معظم الوفيات اللي عم بتصير عم بتصير من برسكريبشن دراجز يعني من وصفات طبية وهذا يعني اللي أعطيك بس لمحة صغيرة تقريبا السنة الماضية صار فيه بأمريكا اللي هي تقريبا 300 مليون نسمة 200 مليون برسكريبشن للبيكدن هيدا البايكدن لحاله 200 مليون هلأ اللي عم بصير إنه يعني وهيدا بس للبيكدن إذا بعدين مشيت على الفنتنل وإذا مشيت على الهايدروكودون اللي هني كمان إذا بدك مسكنين للأوجاع مسكن للأوجاع أو مخدر للوجع واللي لازم يستعمل يعني بحالات إنه واحد بيكون عامل جراحة بيطلع وراء جراحة بده بيكون صير عنده شو اسمه وجعه هذه يعني وصفات طبية هذه لا ما هو ما هو شو عم بصير هي شو عم بصير هذه الإدوية عم بتعودك على الإدمان لأنه هي فيها عنصر يعني بيخلي الجسم يدمن عليه هلأ وقت بيصير الشخص مدمن على هذه الوصفات الطبية اللي هي لتخفيف الألم أو لتخفيف الوجع وللازم تستعمل بشكل محدود جدا لعم بيصير عنده إدمان وعلى بعد فترة بعد فترة من الزمن ما بيعود يحس يعني أنه عم بتلبي له إدمانه هيدا فبيصير بيصير يخلط يخلط بين الفايكدن وشي تاني المثاء مثلا مين إذا بدك أو غيره هيدا أو بيصير ياخد بجرعات كبيرة فبتأدي أحيانا كتير للوفاة ومنهم كمان ما بيعودوا يكتفوا فيها بيصير بده كوكين أو بده هيروين اللي هو هيروين اللي هيدا أسوأ أسوأ أدمان أسوأ مادة بتخلي الجسم يدمن عليه وللأسف يعني على أقله بالجالي العربية الأمريكية بعدنا مننظر لهيدا الموضوع من منظر أنه هذا شيء عيب أو هذا شيء خارج عن المألوف يعني حتى حتى العلم أنه هو مرض يعني حتى الوفيات اللي صاروا في ناس كتير رفضت أنه حدا يجيب أسامي وانحكى فيها الأصطر صح ومنه يمكن بيحقلنك حالميين أو شيء أنت بتحترم خصوصية العائلة وهذا بس لننبه أنه يعني مفترض أنه يصير فيه درجة من الوعي أنه هيدا المسألة ما عاد هي شغلة عايب أو شغلة أنه الأهل بيستحوا فيها لأنه بيعتبروا حالهم أنه هني كانوا مش عم بيربوا أولادهم أو مقصرين بتربية أولادهم تربية صحيحة أو ما بيتقبلوا أنه أنا فلين كيف بده يطلع عندي ولد مثلا عنده قدمين هيدا مع العلم أنه هو يصار مرض مثل أي مرض تاني يعني مثل ما الناس ما بيستعبوا بمثلا مرض السرطان اللي يبعدوا عن كل العالم أو أي مرض تاني أو مثلا كانسي براز ايه الأمراض المعدية أو هالأمراض القاتلة يعني صار مثل اللي عنده مثلا ضغط مثل اللي عنده أي مرض تاني يعني هذا الإدمان على العقاقير المهدئة هو صار مرض يعني مرض ولازم يصير تشخيصه كمرض ولازم يصير معالجته كمرض وعادة الشخص اللي بيكون يعني عم بيعاني من هالمرض هذا بيفيده أكتر شيء بيفيده أكتر شيء أنه تصير القصة علنية ويقدر أنه شو اسمه؟ يجاوب يقدر أنه على أقل شيء المجتمع اللي حوله يقدر أنه هو يعرف أنه ما عم ينزوى وما عم ينترك لحاله لأنه هو جزء منه أنه أنت وقت اللي بتنزوى لحالك أو بتصير لحالك أو بتتوحد لحالك بتصير بيحاجة إله أكتر تصيره أكتر صحيح فوقت اللي بتكون إنت جزء من المجتمع إيه فوقت اللي أنت بتكون جزء من المجتمع والمجتمع حاسس أنه أنت عندك مرض وبدو يساعدك لتخلص من مرضك بتعطيه روح أكتر إنت يعني اللي ألاحظ أنه المريض اللي بيكون مريضه والعالم بتعيده وبتتمنى له الشفاء وبتروح لعنده وتتعاطى معه وهذا بترفع له من معنوياته فانت كمان هذا بدك تتعامله كمرة وترفع من معنويات المريض وتحاول تساعده على انه تحاول تخبيه وتتمطر القصة والى اخرين فيعني هلا لا شك انه انت بتحترم خصوصيات الناس بس مفترض يصير في وعي وثقافي انه ما يصير الناس يعني ما يتعيبوا بهذا الموضوع والناس اللي بكونوا بالمحيط طبع الشخص المصاب كمان ما يتنقلوا القصة وعلى كأنه كانوا تأثير من الاهل او انه انا ولادي ما عنده نهي المشكلة هو ولاده عنده نهي المشكلة فبدنا نترفع عن الامور هذي لنقدر نعالج الناس اللي عاوست الاهل قبل ما أسألك السؤال انا كنت مع شخص وحي ان شاء الله يطلع معي ضيف ان شاء الله يعني انا وعدني بس هو بدي يخد رأي مدامته لانه اكيد الام صعبة ينحكع ابنه المتوفي بهذه الحالة مش حاوذكر اسمه بس قال لي انا من قلبي وحتى يمكن اعطاني ورقة اللي حكي فيها عن المراكز الدينية وحكي فيها عن المراكز الغير المؤهلة اللي اساسا مع من ساعين حكي تجربته عن ابنه استاذ انا لما كنت قاعد معه صراحة انا دمعت عيني وبش بس هيك حكياني انه ابنه من الناس اللي بيصلوا ومؤمنين وهو كتير مهتم بابنه ولكن مثل ما حضرتك تفضلت بصير مرب بصير عقاقير وخلص قال له يعني انت ما تحاول معي انا على الان على الان طب حضرتك كاعدة وعندك هذه الحالات وبتجي ديربون يعني بدناش نتخبه وراء اصبعنا موجودة يا الحالات صح ما دعايت انت ابناء الجالية او مثلا الناس القيمين اللي على الجالية يا جماعة انا خطورة بش بس انا والله بطلع مع عباس بحكي او بطلع بالراديو بحكي لا بدنا يكون عنا معالجة يكون عنا خطة عمل تانقاذ ما بقية من الشباب اللي عم يطعطوا في حد تجيوب معك بدرج بها الحقيقة لك انا بقول يعني ما في نقص بالمراكز المعالجة ومراكز المكافحة والرعاية والعناية الشخصية انا برأي انه اي واحد مصاب بهالازمة كشخص او كعيني في عدة يعني في عدة محلات وعدة مرافق وعدة امكني في يحصل على المصيعد المطلوبي واكتر كمان يعني في نحن عملنا ندوي مرة انا والجوج سامرز والشيخ الدكتور ابراهيم كارزوني بالمجلس بالجامع بالمركز الاسلامي والحقيقة صار في دعوة لهذا بس كان عدد الحضور يعني كتير يعني كتير خجول كتير خجول فما بعرف اذا هي الجيلية عند اهتمامة تانية وما بتهتم بهذا الموضوع الا لما يصير في حدث صدمي يعني يصير في شاب او شابة من شبابنا يصير شيء بتلاقي بيتوفدوا على الجامع بالمئات او بالالاف لحتى يعزوا وياخدوا بالخاطر والاخره بس وقت المصير فيه ندوات تفقيفية وهذا وهلأ مش كل بالندوة بس هلأ اذا بنا نجي ناخد يعني مراكز المعالج وهذا مثلا باكسس موجودة بهايب هلأ فتحوا مركز جديد المركز الاسلامي فيه اذا مش هو عنده فيه هو يوجه الناس لوين فيه نروحوا نحنا كمحكمة مثلا وقت اللي بيجي لعنا شخص بيكون فيه مسألة وهذا اول شيء من يعني اذا كان بعده بالبدايات بنحطه على نطلب انه يجي ويخضع لفحوص مفاجئة للدم وللكحول وللهذا واي وقت بيصير فيه عنده فاوليشن وهذا كمحكمة نحنا فينا ما فينا نجبره يروح يتعالج بس فينا نجبره فينا نجبره انا مرة عندي عدة ناس من الجيل وما بعرف كيف يعني يمكن الناس عم تتفاعل مع هيدا الموضوع برا بيحكم عليا بالسجن بيحكم عليا بالسجن يعني بيحكم عليا بالسجن على اساس انه فورا مصاح أو على مكان لا يتعالج من قصة الادمان قصة الادمان بمجرد مرة على هيدا المصاح وظل فيه لحتى نضف وتعافى يعفى من السجن واذا ترك لانه انت بس تبعته ما بيعود فيك تفرض عليا انه يبقى يعني ما فيك تفرض عليا انه انا راحبتك على المصاح وبدك تقعد اونيك تسعين يوم او ست شهر او سنة ما فيك تفرض عليا فيك تفرض عليا سنة حبس فيك تفرض عليا ست شهر حبس بس على اساس انه يروح بس اذا بروح على المصاح وبيعالج حاله وبيتنضف ساعتها ما بروح على الحبس بس اذا رأى على المصاح قعد يومين تليت وصارت حالي يعني انا بعت احدى الصبية من صبينا على المحلة تتعالج قعدت يومين وقتلت قتلت هيوية ونفلت ففورا اتصلوا فينا على المحكمة عدنا حول ناء على الحبس وقتل راحت على الحبس حادت قالت لا بدي روح على المرة النيلة هي المرة بتروحي بس اذا تركتي قبل ما يجينا تقرير انه انت تعالجتي وكملت العلاج راح تقدي بقية الوقت بالحبس فراحت وكملت العلاج تختلف عن معاملة الرهاب وكمل بالضمط مية بالمية فكملت الرهاب ونطفت المناسبة ايجت لعندي بعد مدي على المحكمة وتشكرتني وقالت لي انك انت يعني انا عانيت من هيد المشلي لوقت طويل ايه وبتشكرك انك خلصني منها قلت لا لا انا ما خلصتك منت انا ساعدتك ساعدتك بس القرار الاول والاخير هو عندك انت اذا انت ناوي تتخلصي انا بساعدك بس اذا مش ناوي تتخلصي ما فيه عمل لك شي طب انا هقل لك شغلة حضرت القاضي قال لي اياها هذا الشخص ياللي مفجوع بابنه قال لي ما حدا لقيت حدا انا بنت جالية حضرني ابني يمكن شوي كان دايما الابن عنده ما بيسمع من البي بحثه لانه حسب ما قال لي يعني من الخبرة عم حكيك يا انه اول عدو لقله للابن اللي اللي بتعطى هو اهله قل لي انا شخص كمان عرفت انه بتعطى مخادرات رحت لعنده وساعدته ضليتني حده اركض ورا صار هلأ دكتور تعافى صار دكتور قال لي هلأ هو دكتور بس بدون ما كمان اقول لك اسمه بتلاقي انت كمان احنا انا بالجالي لابد من المساعدة بعضهم ويمكن بس بهذه القضية انه بش بس نفتح مراكز نكون موجودين بشكل اكبر وبيشكل انه نصارح بعضنا بالطالب مثلا جاي جي واحد يقول لك انا انا برجع برجع انا بقول المسألة مفترض اوكي اول شي نحن نحافظ على سرية الاخرين هذي اول شغلي وتاني شغلي انا برأيي انه لأ فيه كتير يعني اماكن وفيه كتير اه محلات بتقدر تساعد وتقدر تعالج بمجرد ما انت يعني اجيت وشرحت المشدوه ده مثل ما قلت قبل شوي مثلا بهايب هلأ صار في مركز امهام باكسس في منتل هاث بالاهي اي اي ج سي كمان في هلأ شو اسمه يعني كتير وسائل صارت متاحة السالفاشن ارمي موجود الوين كاوني منتل هالف موجودي ساودي كله ملاحظ انت انه صايرين عم يهتموا بهذا الموضوع يهتموا لانه زيادة المصيبة او الناس اللي انا قلتلك قبل شوي عندك ميتين مليون ميتين مليون برسكريبشن فور فيغنان ذاس يعني تصور ميتين مليون عم تحكي على بلد عدد سكينا 300 مليون طبعا نسبة ديربون انت اللي شايفه كيف النسبة هلأ يعني ما عندي ما عندي احصاءات بتختص بديربون بس على حسب هل زادت عندك ولا نقصت هو لايك نحن يعني ما بتوصل اصرز الدراجز لعنا الا اذا صار في دعوي الا اذا صار في هذا يعني مثلا واحد عم يتعاطى بهذا الموضوع وقت اللي بيكون هو رفقاته بشي محل معين عم يتعاطوا ببيت هلأ في مسألة كمان بنا انتبه لها اكتر شي اللي عم بصير انه عم بروحوا بيحجزوا شباب يعني ثلاث اربع شباب ثلاث اربع صبايا بروحوا بيحجزوا غرفي بيقوتيل معين وبروحوا لهونيك وبيشربوا بياخدوا حبوب وما بعرف شي وكذا هلأ اذا هود يضلهم بهالقوضة ونيموا فيها وطلعوا الصبح كل واحد رأى على بيته يعني ما حدا راح يعرف الا اذا اللهم اذا صار لا سمح الله شي مصيب شي مصيب بس اذا اذا انت مثلا قاعد ببيتك وعم تتعاطى بهذا الامر وما عم بتسوق والبوليس ما عم تحتك مع البوليس لحتى يعرف انه في مشكلة ما بتيجي القصة على المحكمة واو وقت اذا اجت بتكون جاي مأخرة كتير عرفت كيف يعني انه مثلا كمحكمة وكجهاز يعني امن وجهاز بوليس ايمتب بتنعرف القصة انه وقت الواحد بينلقت او بيكون بحوزته او بيكون عم يستعمل او بيكون عم بسوق وبيكون تحت تأثير المخدرات او الكحول او غيره بس قبل هوده تلاته بديو حاول يسيب رفيجو واتصل على المحكمة اه لفلان الفلان بتعطى مخدرات بيساعد كذا او بيوم كذا هل بتبعته مثلا امر بالقبض او مرقبته او كيف لا لا ما فيك هلا على حسب الاخبارية اللي بتجي هلا مثلا اذا قالوا لنا انه فلان رايح مثلا يوزع مخدرات شو بيعم تحطي سباك علي انا اجدخلي اذا قالوا لنا فلان رايح يوزع مخدرات مثلا وهذا طبعا اكيد اذا اجت اخبارية من هالنوع البوليس كمان ما في وقف الناس اعتباطيا يعني الحريات اكيد هلا بينبعد حدا بيراقبه كذا بيشوفه هذا واذا عمل مخالفة او كذا او مخالفة سير او هذا وصار للبوليس طريقي علي وقفه بيوقفه وساعتها اذا عنده مثلا مذكرة بتوقيفه او اذا كانت المخالفة اللي ارتكبها مخالفة بتأدي لحطه تحت الاعتقال ساعتها بيعتقلوا بس يعتقلوا بصير في فتش سيارته او على اقل شي يجيب مذكرة لا يفتش سيارته او يفتش الى اخرين اذا لقموا عن مخدرات ساعتها الانون بياخد مجراء بس اذا كان في واحد مثلا قال انه فلان والله يعد بمحل وعن بيستعمل مخدرات او شي يعني ما فيك حضرت القاضي انت لما بتجيك هيك حالة هل يعني بتحكم عليها كضحية ولا بتحكم عليها كمزنب لازم يتعاقب ولا ضحية لا خرج مساعدة من الواجب يمكن بش حول القانون او القضاء يمكن من الواجب الانسانة بتدخل الانسانية بعملك كقاضة اكيد الحس الانسانة ما فيك تستغني عنه باي ميدين من ميادين العمل بما فيهم القضاء بس ليكون الجواب يعني دقيق وتقني على الموضوع انه اي واحد بيخرق الانون او اي واحد بخالف الانون بده يتعاقب وبده تطلع عليك كمزنب هلأ وقت اللي بيجي اصدار الحكم عليها هوني الحس الانساني بياخد مجرى انه شو كانت طبيعة الزنب اللي اقترفه وشو كانت الظروف المحيطة وشو مجال التصحيح يعني هلأ في بعض المسائل تعاقب بالسجن في بعض المسائل تعاقب بالريبوردين بروباشن انه بدك تيجي وتنحط تحت المراقبة وتيجي كل مدي على المحكمة لحتى البروبيشن اوفيسر او المراقب اليك يسألك او هيدا او حتى يعمل لك فحص دم او الى اخره لا يتأكد انك انت ما عم تتعطى وفي بعض المسائل التانية اللي ما بتستدعي هول بس بتستدعي يعني غرامة مالية او يعني غرامة مالية وتحت المراقبة بس بدون ما تيجي يعني لابد معين من الزمن خلال هالفترة اذا اقترفت جرم تاني او كسرت القنون مرة تانية ساعتها بتيجي على المحكمة يعني في عدة وسائل فيها تستعملها المحكمة لحتى تعالج هول الناس وتعاقب المزنب على حسب الجرم اللي ارتكبوا وعلى حسب الظروف والمحيطة بارتكاب الجرم هل المحكمة بتتعامل شي او مع المراكز الدينية بتتواصل مع المراكز الدينية والله هدا شي وهدا شي لا لا المحكمة ما عندها يعني طبعا في نحنا عندنا فصل بالسلطات هون يعني فيه اول شي فصل بين السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية وكمان فيه فصل بين الدولة والكنيسة او اذا الدولة والدين اذا بدك بس هلا ما في شي بيمنع المحكمة انه تتواصل مع كل المؤسسات سواء دينية او غير دينية من منظر انه تعمل مثلا ندوات تثقيفية ندوات تثقيفية لحتى تخلي العالم يحسوا بالمشكلة لتظهر المشكلة بشكل الصحيح للعالم يعني القاضي فيروح على اي مركز ديني او زمني ويحكي بهالمواضيع هذي ويحكي بطرق اللي المحكمة بتعالش فيها امور من هالنا او بتعاقب فيها جرائب من هالنا يشكروا ربهم لابناء الجالية بعض ابناء بعض ابناء الجالية اني انا كنت بالبنان وبالحج لما صارت هذي الوفيات وقال لاني لو كنت واني اكيد كنت اعملت مشاكل مع كل الناس انا بقولها علنا ما عنديش مشكلة اه 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 انا ما عنديش مشكلة قبل ما خلص بقصة المخدرات وعدم انتشاره وكونك انت يعني معني بهذا الامر بش بس على سعيد يعني انه كشخص انت موجود بالجالية وناشط بالجالية لما كمان كقادة وعندك بتحكم احكام بتصدر احكام بهذه القصة شو بتنصح ابناء الجالية اولا بغض النظر عن يمكن اللي انتبهوا لا بدي شيء حضرت القادة تنصح الاهل فعلا يوقفوا عندها حتى ما يوقعوا بالمشكلة فيها لا قانونيا ولا قضائيا ولا انا برجع بقول كل الامور بتبلش بالبيت يعني مفترض انه خصوصا هلا بوجود التليفونات ووسائق يعني وسائل التواصل الاجتماعي والصحبة يعني وتقريبا كل الشباب عندهم سيارات وكل الشباب عندهم مصدرهم للدخل ومصرياتهم وعندهم استقلاليتهم وهذا انه يبقى يعني البيت تبقى يعني التواصل ايه بقى التواصل يعني مش كل واحد مننا يلتهي بمسائله هو ويترك ولاده يعني انه مثلا وخصوصا بالبيوت اللي فيها يعني ابو ام واتنينيتهم بيشتغلوا برة مضطرين يشتغلوا برة او او يعني او عندهم او عندهم يعني شو اسمه وظائفهم او او شو اسمه اه 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 برة انه يبقى عين برة وعين على البيت لانه انت وقتل بتترك الولد لفترة طويلة وما بترائب شو عم يعمل ما بتتعطى معه ما بتتواصل معه ما بتسيدقه يعني نحن عنا من مثل للدرج العامي اذا كبر ابنك خاوي يعني انه كصغير ربي وانتبه له وخلي عينك علىه وظلك انه حيطه بالرعاية المطلوبة وهذا وبالتثقيف وبالتوعية وبال يعني الانتباه له وبس يكبر شوي وهذا ما بتتقد لا ما بتعتقد انه لا لا ما بتعتقد انه مفترض يستحي بانه مسائل عامة هذي و مسائل هو هو الولد يعني وقت بيوصل لمرحلة من انه مو يعني بصير تين ايجر بصير في عنده قوة كتير تتنازعه اول شي بصير عنده رفقاته وضغط رفقاته ما بي ما بده يبين انه هو يعني اضعف برفقاته وبده يعمل متل ما بيعمله وبيكون هو عم بيكون كينونته وبده يطلع على الحياة كرجل مستقل وكشخص مستقل يعني بده يبني كيانه الخاص بهالفترة هذي اللي هي فترة كتير حساسة فترة المراهقة وخصوصا الهاي سكول هي فترة حساسة كتير انا بقول انه الاهل لازم دايما دايما يتواصلوا يحكوا يسألوا عن نشاطاته بالمدرسة يحاولوا يشجعوا يروعوا على يعني على الرياضة يمارس الرياضة يلعب مع فريق يرأبوا من يعني ضهراته من البايد قداش بيقعد برا رفقاته شو بيطعاته شو كذا يعني لازم يضل فيه عين مراقبة ولازم يضل فيه توعية وما تصير القصص بقصص صدامية يعني انه اذا حسيت انه ابنك او بنتك عم يعملوا شي غلط ما تصدموا ونصدموا وتبلش مشهيك المؤخرة يعني تصير مؤاخات يعني انه تأخيه تحكي معه تاخده تعطيه تسمعه لاش هو عم يعمل الشي اللي انت مش راضي عنه وتفهمه لاش لازم يعمل شي تاني لاش لازم يمشي مع هالشخص او مش لازم يمشي معه وهيكي يعني لازم نضال لازم نضال يعني كأسر يعني بالنهاية هي الأسرة هي اللبنة الأساسية وهي الوحدة الأساسية لبناء المجتمعات فبس الأسرة تتفسخ يعني الزوج او الام او الاب عم يهتم هو بمسائله برفقاته بتنشاطاته وبالكرير تيعه او بمجال عمله جمع المهم وهو كمان البي البي والقام وكل واحد هلا هي عم نحكي الام او البي انه عم يهتموا هني بس بمسائلهم الشخصية برفقاتهم ببهراتهم لا ما لازمتلك هي لقلك لازم بدي اسمع منك هي الدنيا ام حسن ما بيجوا لعندك كمان بيوقفوا صح صح الدنيا ام الدنيا ام بالنهاية الدنيا ام يعني الام يعني هلأ بنرجع ما بدنا نفوض موضوع تلك موضوع الام لا خلينا نعذر لا الرجل والمرأة متساويين جسدي اكتر بالولد فانه الام كمان لازم تخلي عينها والبي لازم يخلي عينه ولازم هنه يكونوا قدوي لأولادهم وانه يحاولوا انه قدر الامكان يبعدوهم عن الاصدقاء او الاجواء اللي ممكن تفسدهم او ممكن تأثر عليهم سلبا يعني اكيد لازم نراعي هالمسألة هدي وبتعرف نحن في بلد اوقات ظروفه المادية ضغطة شوي فاحيانا كتير الاب والام مضطرين يشتغلوا برات البيت بس ويعني وبيوصل لمرحلة انه بيرجعوا تعبينين ما قالوا الخلق على حالهم والأولاد ساعتها بربوا حالهم او رفقاتهم بربوهم وهونيك الطام الكبرى اذا كانوا يعني محظوظين اذا كانوا محظوظين بيكونوا رفقاتهم طيبين وبيتعلموا من اشياء حلوة واذا كانوا رفقاتهم مش طيبين او من منصير اي او من فاعلي السوء ساعتها الله يعين مش كلي اكيد لازم يخلوا عينهم على حديث الجالية وبيسمعوا النصائح هادي من من شخص مسؤول بالجالية طيب شغلتين قبل ما نسكر ممكن الوقت دهمنا شوية صغيرة خمسة ضايق بعد ما بيأثر ما بيأثر كرمال المخرج حسين احنا بخدمة المخرج وبخدمة البرنامج وبخدمة الجالية حبيبي حضرت القاضي في قضية الزواج والأحكين ارجعتك الورقة يمكن ضاقمان صح فيك تشرح انه عنا خلي للناس انه عصة الاجريمنت او المهر يعني صاروا عم نقلوا الامور الدينية على الامور القانونية وهيدي هل يعني هل هيدا قانون قانونا او مثلا شو الحكم الشرعي بهيك مسائل هلأ الحكم الشرعي بدك تستنعي الشيخ يعطيك الحكم الشرعي انا ما فيه افتي انا فيه افتي لحالي بس ما فيه افتي هلأ صار القاضي عم يفتي عن الشيخ بهيك محكمة بهيك قضية قصدي انا قبي شوي اترقى للفصل بين السلطات يعني فيه فصل تام بين السلطات يعني السلطة القضائية التشريعية التنفيذية وفصل الدين عن الدولي يعني هلأ القاضي ما فيه يحكم على هذا اذا صار فيه قضية تلاء معينة فبصير يمكن هيدا الموضوع بصير فيه قصة البرابرتي سرلمان او الاتفاقية اللي بين الطرفين على اقتسام الاملاك اللي اتحصلت اثناء العقد الزوجي او اثناء الحياة الزوجية هلأ ما فيه يطالبوا بالمهر وطالبوا كمان بحقوق يعني ما فيه يطالبوا بالتنين هلأ في بعض الاحيان بيكون بيكون الزوج مثلا معدم ما معوش فيه وهيدا بس بيكون وقت اللي خطب او الوقت اللي تزوج عامل عقده بيكون كاتب مهر يعني مقدم كذا مؤخر كذا هلأ المقدم يعتبر هدي وهذا والمؤخر كمان فيها المحكمة تحت الكمال يعني هلأ نحن عنا القانون المدني بس اذا المحكمة عملت عقد الزواج كاتفاقية كعقد يعني مثل ما انت تعمل عقد ليس او عقد تعمل تعمل اذا كامل الله اذا المهر بيقول مثلا عشر تلاف دولار مثلا اه متل ما يعني المتبع بالدين انه الى اقرب الاجلين او التلاق او الموت اه شو اسمه بها الحالة هدي اذا المحكمة عملت هيدا العقد كعقد او اتفاقية فيها المحكمة اندر كامل الله تقول انه هيدا عقد متل اي اتفاقية تانية يعني متل بند جزائي انت بتعمل بند جزائي متل اه متل بند جزائي انه بس يصير فيه تلاق انت بدك تدفع عشر تلاف دولار ساعتها المحكمة بتقولك بدك تدفع عشر تلاف دولار لانه انا رح اعطي اه بصداقية لهيدا العقد ورح اعطي قوة قانونية لهيدا العقد بما انك انت وفقت عليه وشو اسمه بحضور شهود اه فبدك تدفع عشر تلاف دولار اذا مثلا اذا الزوج اوكي عامل عقد هو كاتب مهرب خمسين الف وامت هي طلبة الطلاق بالشرح بالشرح يقال انه تسقط هلا 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 بالشرح هو المحام يتعجب برافع انه اذا انت بدك تعمله هادي كاقانتراك كبند جزائي هيدا البند الجزائي ما بيحق الا اذا انا اخليت بال 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 بالعقد لازم يكون مكتوب يعني اه اكيد اكيد اذا انا اخليت بالعقد يعني هلا بيصير فيه بند جزائي انه اللي بيكسر هيدا العقد هلا المحكمة اذا اضطر اضلأ لامور وبين انه هي اللي كسرت العقد وإذا كسرت هي العائد ساعتها ما بيعودي إلا المهر المأجل ساعتها مثل يعني بدك تعاملها أنت ككامتراكت على الطرفين أنا بدي سألك سؤال حضرت قاضي هلأ نحن لا نقول أنا ما جوازت وحدي بالأمريكاني جوازت عند الشيخ كتبنا ورقة مهر 50 ألف أو 100 ألف وجينا طلعنا فيها تستعمل هذه الورقة اللي عند الشيخ تخدها على المحكمة الأمريكانية واتفعني الـ 50 ألف هلأ أول شي إذا صار فيه زواج ديني وما فيه زواج مدني الـ state يعني our state مشيقان على الأقل ما بتعترف بهذا الزواج كذا الزواج واقع حاصل فعلا ما بتعترف فيه لأنه أي زواج يدخل فيه بهذه الولاية لازم يكون خاضع لأونين هذي الولاية هلأ فيه شغلة إذا بتلاحظ نحن وقت اللي بنعمل وراء هجرة وهذا بكون واحد متزوج بلبنان بقدم وراء الهجرة على أساس بده يجيب زوجته ما بيقولوله أنه أنت بس توصل لعم بدك تتزوج مرة تانية لا لأنه الأنون الأمريكي بيسمح لك أنه الأنون الأمريكي يعترف بأي زواج أو بأي طلاق إذا كان هذا الزواج أو الطلاق عم بيصير بأي محل وكان عم بيصير تحت القوانين المرعية بالمحل بالوقت اللي عم بيصير فيه فإذا أنت جيت مزوج من لبنان الأنون بيعترف فيك بزوج بس إذا كان الزواج هون إذا كان الزواج هون إذا كان الزواج هون وكان زواج ديني ديني بس لا يعتبر ما فيك تروح تتلق لانه القانون ما بيعتبرك بزوج بلغ تروح لعندي الشيخ تتلق انا اعتبر انه تلق الشيخ اغلت هي الورقة على اساس كونترا بالضبط هلا اذا اخدتها هي وعلى اساس انه كونتراكت انا اكدلك انه القانون ما رح يعطيها شي بس اذا اخدتها وشي سود على اساس كونتراكت والمحكمة اللي عم بترافع بالقضية طبقت شروط على هذا الزواج اذا لقت انه كل الشروط الكونتراكت مستوفيه وانه واحد من اثنين اخل بهذا الكونتراكت هذا الكونتراكت ساعتها ممكن المحكمة بها الحالية تحكم له بس مش قبل ما المحكمة تاخد كل الشروط المرعية لاجراء بالعقود واتطبئة على هذا الموضوع يعني الى حد ما مثل ما انت بتت يعني اذا انت بركت عاملك ككونتراكت انه انا بدي عيش معك لمدة ستة شهر وبدي انا قوم بيواجبي معك لمدة ستة شهر وهذا واذا حصل حلتو تعبر شاركي بعض اذا حصل اذا حصلت لا اوصلنا لمرحلة انه ما قادرين نكمل مع بعض انت لازم تدفع لي كذا وكذا اذا كانت عم تتعامل بهذا واستوفت شروط الكونتراكت ممكن القاضي يحكملها على اساس انه صارت انه هي عم تعطيك شيء مقابل شيء اخر بدي احكي بدي اسألك بعد سؤال اخير قبل ما نخلص بس انا ظاهر كان تليفوني عفوا بدي اعتذر من كل اللي عم يحضرونا كان تليفون تعولي الكامنت مفرز عمقول انا مع حدا عم يسلم علي ولا حتى عم يسأل سؤال لما عملت يمكن شوية حركته لا اطلع في اسألة بدي اعتذر اكيدي كلهم منكم بس هنقوله نضغري عالسريع مارك اكيدي الحاج مارك بيقول مارك نمر الحاج محمد نمر اكيدي بيقول تحية لضيفك وكل احترامنا لحضرة القاضي بدي يقول شاهلي لمحمد نمر كانوا موصيني عا سيارة ما تتعرف انا مش تغل بالسيارات كانوا موصيني عا سيارة كانت كل جمعة اطلع شوفها للسيارة يعني هي زاتة اللي بدو اياها كل جمعة بتمرق بالاكشن وحدة مثلا يعني نفس الشي قال لي طول بالك شوي لما قال لي خلص معك تضول اخضر وجئ زو المصريات تفضل لقلي السيارة راح السيارة طالع شهر لا مش مارك ولا سيارة ولا سيارة من اللي هو بدو اياها فتحية لقلو خضر بيقول خضر فرحات تحية لضيفك الكريم تحية للكريم حسن المصرح بيقول كلام جميل بس بدك مين يسمع حضرة القاضي اكيد سبع جفاس سبع جفاس بيقول تحية لك سيد عباس وتحية لضيفك وليد خانق جي خانقني على الفيسبوك بيقول يسلم تمك وتحية لك حضرة القاضي بيقول كمان سبع جفال انا برأي انه سعد الحريري نسحب باكترام ابتسام ابو خضر بتقول شعار الثورة كلهم يعني كلهم مين كلهم مارك نمر بيقول بما انه مشيين على الدستور يلي نحط من قبل فرنسا لماذا لا نتكيد ونستفيد من حضراتهم وقوانينهم ودستورهم وفرنسا اصبحت جمهورية عظيمة فقط بعد ما تخلوا تخلوا عن الطبقة المخملية المشابهة للحكم الموجود عنا اكيد حسن بري بقول حضرة القاضي هل من يتعطى المخدرات هو مزنب او مريض في القانون الامريكاني يعني هو اكيد مريض مريض بيكون بس كمان مريض عم بخالف الانون اذا اذا تم يعني اذا اذا ضبطت معه المخدرات استعمالا او توزيعا بيكون عم بخالف الانون يعني المريض حتى المريض في خالف الانون لا حسن بري اذا عم تحضر لك شمال صدور وعم تتعطى ما انه خصة ما انه خصة الحكومة فيك طيب سؤال اخير قبل ما ننهي حول موضوع خطف الاولاد واخراج انبرات استايد واكيد يعد خطف لانه انا هعمل حلقة عن فيه عندنا انسانة الشخص خطف الاولادة انا قلت له يمكن حسب يمكن معلوماتي قلت له ببعرف اذا بالانون الامريكاني يعد الاب خاطف الاولاده قلت له لا طلع مذكرة طلع مذكرة فيه ودكوزم انه خاطف ولاده شو حكم اللي بيخطفوا اولاد وهو دي بيكون ولاده يعني يعني هو يمكن التعبير التقني مش دقيق كتير انه خطف ولاده بس بكل دعوة طلع بكل دعوة طلع حتى اذا بدك تاخده على مستوى الولايات خلينا يعني من بعد كتير من روح على لبنان او على العراق او على سوريا خلينا هون بامريكا اذا انت قدمت دعوة طلع مش كانوا عندك مينور تشوبرن يعني تحت السنة 18 في بالنهاية بنهاية بكل دعوة طلع الكورت يعني المحكمة هي بتحتفظ بحق بحقيتها بالاحتفاظ بهذه القضية حتى بعد ما تنتهي ويصدر حكم طلع وفيه شغل كمان بتنص بكل حكم طلع انه ممنوع الولاد ينتقلوا او يتخذوا من هذه الولاية على اي ولاية تانية بدون اذن المحكمة بدون اذن المحكمة هلا اي واحد بيعمل هاك بدون اذن المحكمة طبعا هلا في حالات كتير بكون الباي والام يعني اللي هلا صاروا زوجه وزوجي من مطلقين اه بكونوا متفقين انه بدوا ياخدنا على كاليفورنيا بدوا ياخدنا على فلوريدا واتنينتهم متفقين وهو راح يروح ويرجع اه لا هي بتخبر المحكمة ولهو بيخبر المحكمة والمحكمة ما ما بتت يعني ما بتتعطى بهالأمر بس في اي حالة اه بياخدون هو او هي حتى بتاخدون بدون موافقة الطرف الآخر وما بترجعون على حسب الهذا تعتبر هي انه اه مش خطفتون بس اخدتون خلافا لعوت التلاء اللي صادرة هلا اذا اخدتون ورجعتون تعتبر مخالفة والمحكمة بتعائبها يعني بتعائبها اي بتعائبها بشكل او انه بتفرض عليها غرامة او بتفرض او بتنبهها بتعطيها تنبيه او تحذير انه اذا صارت مرة تانية يعني بتعائبها وما بتعطيش تخليها تروح الا عدم رؤية الولاد اي اي ولكن في الحالات اللي بياخدوا الولاد وما بيعودوا بدون يرجعون او مبعود بدون يجيبهم لهون ساعتها بتدخل يعني بتتقدم دعوة للمحكمة والمحكمة بتعطي انزار للطرف الطيني انه خلال وقت معين بدأ ترجع الولاد على ستير في ميشيغان خلينا نحكي لانه نحن هون على ستير في ميشيغان واذا ما رجعتون بيعملوا مذكرة بتوقيفه وساعتها بصير تصنيفه كتصنيف خاطف للولاد او اخدهم خلافا 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 لرغبة الطرف الاخر اللي هو له حق انه كمان الولاد وحتى لو اخدهم على خارج لو اخدهم محل مكان يعني عصدي هلأ اذا اذا نوعية الخطف ما بين الاستيت او بغير ولاية او بغير منطقة عن غير بلد يعني اخدهم خارج امريكا اي هلأ اذا كانوا داخل الولايات اذا كانوا داخل الولايات طبعا فيه طريقة قانونية لترجعهم لهون اذا كانوا برات البلد يعني ايضا فيه طريقة بس انه بدأت تاخد وقت اكتر هلأ انت قلت وبدأت تصير فيه عندك conflict of laws لانه هلأ فيه قوانين تتصادم مع بعض يعني فيه قوانين اي ساعتها السؤال بصير اي قانون هو اللي لازم ياخد افضلية او اولوية على القوانين التانية مثلا اذا فيه اوقات بيكون انتفائيات بحكم الاتفاقية مع الامريكان بيجوا بيجيبوا هدا الولد برجعو برجعو على امريكا اذا فيه اتفائيات هلأ بيظهر انه ما في بيقوله بيظهر انه لبنان ما في اتفاقية مماثلة او مشابه مع امريكا هو بالزبط هلأ هون الامريكان بقولوا الامريكان يعني انت كامريكاني بتقولوا انه هدا الولد امريكي ونحن نحن اه وخطف من امريكا ونحن كدولة بنا اياه الدولة اللبنانية بتقولك نحن على حسب قانوننا اذا مع بيه ويخلينا نفترض ما فينا نروح ناخده من بيه بطريقة شرعية وهذا لانه قانوننا ما بيخولنا انه نروح نعتقله هذا فهلا بده تصير عملية التفاف على القانون بشكل او باخر لحتى يقدر يجيبوه بهالطريقة بس ساعتها يعتبر خطف وبتصدر المحكمة مذكرة بتوقيفه واذا اجى على اي مطار او على اي مدخل يعني اذا عم يدخل عبر البر على اي حدود او على اي مطار او على اي مرفع فيهم يعتقلوه حتى اذا راع على دولة تانية عند اتفاقية مع امريكا كمان فيه تفلا انتي قلت مشوية انه الامرأة او الام اذا لنقول او اي طرف من الاطراف بتنبهو بتنفعو غرامي اذا اخذ الولاد خارج البلاد ويعد بالانون مثل ما هل اتفضلت انت انه مقاطف هل يحاسب بالسجن لا 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 هلأ بصير فيه مذكرة لتوقيفه افتراضا انه هو رجع رجع يعني رجع هو من تلقاء نفسه قال انه انا اخذت الولاد لانه مرتي او زوجي كان عم يعزبني وكذا وهذا اخذت الولاد بس انا ما اصدق اخطفنه وبدي رجعنه وهذا هلأ مش بالضرورة يمكن بنحط على يمكن ساعتها فيه كمان طرق المحكمة بتقول له اوكي اذا كان الولاد على حسب سن الولاد ايضا انه ما عاد فيك تشوف الولاد بدون يعني ما عادش فيك تشوفه لحالك اذا بدك تشوف الولادك ايه انه بتشوفه عند طرف تيلت او بتشوفه عند ضامن تيلت او بتجي على المحكمة لتشوفه او على محل اجتماعي معين لتشوفه انه ما عادش فيك كده وفيه احيان بنحط كمان اسمه على المطارات او على المرافق انه اذا بده يطلع اذا ما فرجى ورقة من المحكمة ووثيقة تسمح له انه يريفق الولاد برحلة برات البلد ساعتها ممنوع انا احنا اكيد حضرت القضاء في عنا اضايا كتير نحكي فيها معكم وما منخلص صراحة يعني انت مش ما اسمه وسوعة معلومات ولكن شخص نحن نحب مجالسته ومحادسته وحتى هذا من زوءك ولطفك حبيبي يعني انت بتعرف انا مجامل حدا انا بحكي الحقيقة وحتى الناس بتحبك لانك متكلم ومتحدث حبيبي يعني نحنا نحنا بخدمة الناس وما في اي سبب انه الانسان اول شي يعني انه يتكبر عمين بدو يتكبر وعشو بدو يتكبر الانسان يعني موجود بهالحياة لفترة زمنية محددة وبدو يتكبر على ناسه وعلى اهله وهذا يعني انه شو الهذا بعدين ما في يعني كلنا متل ما بقوله كلنا سواسية كأسنان المشط حمد لله ان شاء الله المشط لا انا وياك مش هنعوزه للمشط نحنا انا وياك مر لا لا منعوزه منعوزه لك لكن لك أنا واتب بسرح كلمة اخيرة اكيدي لشعبنا بلبنان لأهلنا وكلمة اخيرة كمان لأهلنا بديربون قبل ما نحنا انحي معك يعني نحنا لأهلنا بديربون نحنا جدا فخورين ومنعفز فيهون ونحنا بخدمتهم دايما وان شاء الله انه اي مشكلة بتصير بنقدر نحنا بتكاتفنا وبتأخينا وبتعاضدنا وبشو اسمه وبلافتنا على بعضنا انه نقدر منحلة بالتي هي افضل وهوني بدي اضطرق لموضوع يعني كتير عم بسيق للجارية وعم بسيق لنا قصة وسائل التواصل الاجتماعي يعني كلمة اتنين يختلفوا مع بعض بتلقيهم طولوا على وسائل التواصل الاجتماعي انا محكينا فيها نحنا تركنا اي اي يعني بس انا هالموضوع يعني من فترة يعني عم بحكي فيه انه ببلشوا يعني يحكوا اكتير اشياء سلبية الواحد على التاني وهذا يا اخوان يا احبة يا اهل انه ما فيه مشلمة الى حاله اذا واحد غلط مع التاني او واحد اختلف مع التاني يعني لا شك انه كمان يعاقب عليهم القانون هيدا انه انه فيه يعني ناس واسطة خير كتير وفيه ناس مستعدين يتدخلوا اذا فيه شخص بيمون على الطرفين ممكن يصير التواصل معه لا تنحل امور بالتي هي احسن متل ما بقول يعني ولا تكن فضا غليزة القلب فنفضه من حولك اي فمنتمنى من الاخوان انه باي وقت بصير فيه هيك سوء فهم او اساءة بيعتبر طرف انه طرف تاني عم بسئله انه يصير فيه هيكي يعني نوع من الرواء ورباط الجائش ونقدر نحل على نار واطي بدون من متل ما بقولوا ننشر غسيلنا على السطوح ومتعرض للاخرين بما انك فتاح بسطة الميديا هوني هوني حضرت القاضي هالي الميديا يعاقب عليها متل لبنان يعني اذا اي واحد نزل بوست هلا ضد القاضي السلام سلامة كتب شيء على القاضي السلامة هل يستدعى مثلا هلا اذا كان فيه قصة تشهير وقضح وذم ايه طبيعي يعني اذا بقولولها لابل سوت يعني او دفميشن في كيروكتر يعني اذا واحد يعني اتعبدان الا اذا كان مشهور او حسب ما اسميها اذا كان مشهور او تضر يعني بوصله اذا كان مثلا سياسي معين وهذا وانت ما اتفقت معه بالرأي وهذا وهيز انه بابلك اي وانه ما عنده حقوق للخصوصية وهذا بس ما فيك تتعرض لعائلته او لخصوصيته او لمسائل من النوع فيك تتعرض لمسائل بالاطار العام بالشكل العام ايه فيه بيعاقب عليه القانون طبعا اذا فيه لابل او دفميشن في كيروكتر انه انت بتسوء لانسان وبتتسود له سمعته وهذا وبكون الشيء اللي عم بتقوله ومش مزبوط هلا اذا كان مزبوط ما القانون ما بيعاقبك بس اذا كان مش مزبوط ساعة القانون بيعاقبك فهذا بالنسبة لأهلنا بيديربون وبنتمنى انه تضلى هيكي اواصر المحبة والاواصر التواصل مع الكل بشكل ايجابي موجودة ويعني والاختلاب بالرأي لا يفسد في الود قضية يعني انه الناس لازم هو انا اللي بعجبني بيعنا بيديربون بلك شغلي حضرة القاضي انه يمكن ان شاء الله دائما ما بنجتمع على الاحزان ولكن بتلاقيهم بالاحزان كلهم موجودين وبالعراس كلهم موجودين وبرات هيكي ببلشوا مشاكل ليش يعني هذه الظاهرة موجودة بكل الجياليات وبكل المحلات وهذا والاهلنا باللبنان منتمنى انه يتوخوا الحذر ويكونوا يقضين وينتبهوا للبلد البلد صار على شفير الهاوي اذا مش بلش يعني ينحدر دحو الاسفل بالهاوي انه كمان يوعوا ويحطوا الخلافات والعصبية القبلية والمناطئية والمذهبية على جنب وينتبهوا انه هذه السفينة اذا غرقت الكل بيغرق فيها واذا طافت ووصلت لشاطئ الامان الكل بيوصل والكل بيكون مرتاح فنتمنى انه يتوخوا الحذر واليقضى والعيطة والفوضى والاضرار بالاملاك العامة والخاصة ما بيوصل على محل بالعكس بيأذن ناس اكتر ما بيفيدها وفيه ايليات يعني متل ما قلنا فيه ايليات دستورية لازم تتبعوا فيه ايليات قانونية وفيه اطور لازم الواحد يعني يستعملها ليوصل للي بده اياه والفوضى والعيطة وضرب الناس والاعتداء على الممتلكات العامة والخاصة وغطأ الطرقات وهذا يعني هي يمكن فشة خلق بس هذه فشة الخلق عم بتكلف الوطن والمواطن فقدر الامكان الواحد يتلي فيها اولا شكرا لك على هذه عفوا شكرا على هذه المقابلة انت تعرف بس استثنائيا نحن مددنا اكتر من نص ساعة لوجودك معنا وهذا شرف لانا تحياتنا لكم هذه كانت رسادة القاضي سالم سلامي قاضي قضاء ديربون لا اكيد لابنائنا بالجالية وللوطن الام بد يرجع اشكر دغري على السريع اكيد الداعمين لهذا البرنامج لمي اكس بريس مروان فرج علي شرارة تيم ون علي شرارة بي جري اولي تشينج الحج عبد ايوب وليوز كوني ايلاند ايوب ايوب بدت فيزيكال تيرفي اندري هاب سنر طارق اعواضة وميدريت فارمارسي الحال دكتور حسين عبدالله وجاكور ساكر كلاب الكابتن محمد حجيزي وكابتن محمد حجيزي عنده كتير بروغرام حلو بعالم كرة الكضم بتعمل كمان ابناء الجالية حفاظا على اولادكم نحطوهم بالرياضة هايدي اهم شي ودزرت ان الاسكا الحج نمر محمد نمر فتحية للكون ترقبونا بحلقة جديدة جمعة الجا لنحكي عن العراق والجالية العراقية الموجودة عندنا بالبناء احسن ما يظل يقوله ما بتصطيف الا لبنانية هيكون في عندنا اكيد استضافة لكل ابناء الجالية عراقية يمنية وفلسطينية وسورية على السوا حتى ما حدا يقول حديث الجالية بس للبنانية لا حديث الجالية لكل ابناء الجالية وما تنسونا اي شخص بدي توصل معنا بالنسبة لحلقة السوار باللبنان او حلقة الشباب الاغترابي اللبناني نحنا اكيد الموقع موجود وصفحتي موجودة شكرا للكم شكرا للك حسين هاشم لصفحة واتساب شكرا للكم وما بيح للحديث الجالي إلا مع مين مع بس ابو خضر يعطيكم العافية سلامة سلامة شكرا للمشاهدة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة شكرا